قالت سفارة صينية في السودان في مقابلة مع مجموعة الصين للأعلام أنها قامت بتفعيل آلية الاستجابة للطوارئ بشكل مستعجل وأزارت نصائح السلامة في حالات طوارئ بعد وقوع الاشتباكات في الوقت الحاضر لم تتلقى أي بلاغ عن وقوع إصابة في صفوف المواطنين الصينيين في السودان قد ذكرت السفارة المواطنين الصينيين في السودان بالاهتمام بالسلامة